هنا الآن بنعيد الكلام ولكن بطريقة هتكون مكتوبة لكم أكثر يعني كيف البكتيريا أو الميكروبز تدخل عشان تعمل زي ما اتفقنا ممكن تكون إنه تدخل عن طريق الكاريز على طول أو رستوراتف بروسيجر إنه قاعد تشتغل ودخلت على طول أو تراوماتيك إنه طاح ونكسر فصار مفتوح والبكتيريا تدخل على طول بريو اندوليجون أو بريو اندوروتز زي ما اتفقنا معاكم إنه تكون ثرو دا أبيكس إنه صار عنده بريدونتل بروبلم مفروض إنه يروح يسوي سكيلينج والحاجات هذه ولكن ما نظف ولا شيء قاعد فترة طويلة البكتيريا دخلت لنا الأبيكس ودخلت لنا البل أو من اللاترال كنال أو الفوركيشن كنال الفوركيشن كنال الموجودة بين الفوركيشن أريا تعمم؟ هذه السنة فرد عارفين أنتو الفوركيشن أريا بس ما مشكلة هنا الفوركيشن أريا تمام؟ هي تكون بين الثوروتز أو عندنا اللي هو إيش Adenuated Dentine After Berydontal Therapy أحياناً لما لما يصبح عندنا بريدونتل بروبلم وقسم البريو بيسووا سكيلينج أو بيسووا روت بلانينج بيحكوا الجهة هذه بيحكوا السمنتم بشكل قوي جداً لما يحكوا السمنتم بالعادة بيحصل عندنا يعني ظهور أو تعري لمين؟ للدنتين فالدنتين يكون بارز فهذه فرصة زي ما قلنا الدنتين بيحكوا على Dentinal Tebule Dentinal Tebule عبارة عن أمبوب شبه فاضي جواته موية يعني ممكن تدخل بكتيري بشكل سريع تمام؟ فهذه فرصة لها أنها تدخل تمام؟ الصوت واضح عندكم أتمنى إذا الصوت واضح هو قطع نقولولي تمام أوكي أوكي تمام الصوت واضح كويس مع الموضوع هذا لأنه جداً مهم فدخلت على طول حامي ما ليش يتحملون فالموضوع جداً مهم يعني لو لاحظوا أنه يعني شوية يمكن يكون دسم ولكن خذوه مرة مرتين راجعوه يبقى عليكم سهل إن شاء الله طيب الطريقة الثالثة اللي ممكن يدخلها عن طريق إيش؟ اللي هو كيف شرح عليكم؟ طيب الأنكروسيس الأنكروسيس هذه يعني شبه شبه البريويندوليجون ولكن ما من البريويندوليجون تمام؟ ما من المكان هذا لا تكون جاية من مكان آخر في جسم الإنسان وانتقلت عن طريق البلد وكملت في البلد حتى وصلت للأرتيليورس اللي تدخل عن طريق الأبيكس تمام؟ البكتيريا مثلا أو أي أروجانزم ثاني may be transported in the blood or lymph المفلود واللمفزول كلها البكتيريا هذي انتقلت عن طريقها to an area of inflammation such as the tooth with bulbitis where they establish an infection تمام؟ طبعا في عندنا ما عارف دائتور مفروض منكم ما عارفينها عندنا l-inflammation l-inflammation هو الالتهاب ما شرط انه الالتهاب هذي يكون في بكتيريا لما يكون في بكتيريا معناته أو في micro-organism معناته عندي infection l-infection l-inflammation يتولد أثناء l-inflammation عموما أي injury تمام؟ إذا قطعت هيتولد l-inflammation بس كمان ممكن يحصل l-inflammation إذا حصل l-infection ولكن لما يحصل l-infection فهذا خطير يعني يعني هتبقى صعبة لأنك تتخلص من l-infection سهولة تمام؟ فالحين عرفنا ال-direct وعرفنا ال-perio-end وعرفنا اللي تكون ايش؟ anacrosis ال-anacrosis سميناه أنه بيجي عن طريق البلد أو اللنف أمومنية ترجمة نانسي قنقر